ومما يُذكر عن بعض أهل العلم أن رجلاً من العصاة أتاه ونفسه تُحدِّثه في المعصية فقال له كلاماً معناه لا بأس أن تعصي لكن اذهب في مكان لا يراك الله قال ولا يمكن ذلك قال إذن لا تستعمل شيئاً من نعم الله عليك في معصيته قال وكيف يكون ذلك فذكره بأمرين بنعم الله عليه واطلاعه سبحانه وتعالى له هذا معنى كلامه ولا شك أن العبد عندما يذكر نعمة الله عليه بالصحة والعافية والمال ونحو ذلك وأن هذا كله من فضل الله عليه سبحانه وتعالى ويذكر في الوقت نفسه خطورة هذه الذنوب فإن ذكره للنعمة والفضل والإحسان يُعدُّ من البواعث العظيمة التي تدفع العبد إلى البُعد عن الذنوب وارتكابها اشتركوا في العالم شكرا